دعونا نقرأ بداية البيانة الذي صدرها من ترايل وترايل هذه سمى ترايل انترناشنال وهي منظمة حقوقية سويسرية أسست في 2002 في جينيف من طرف مجموعة من القانونيين ومن الضحايا والتي تريد أن تلعب دور كما هنا مكتوب أنا نترجم لكم مباشرة من الإنجليزية إلى العربية الآن وهي تلعب دور في محاربة الجرائم ضد اللاعقاء لمبينيتي ويقولون أن في جينيف يوجد المقر الرئيسي للمنظمة كما لديها عدد من المسيرين الرئيسيين ولديها أيضا إدارة خارجية للعلاقات وإدارة مركزية إضافة إلى مجموعة من موظفين قانونيين هذا تعريف سريع للمنظمة وإذا كان المساعد يسمعني يضع لها رابط ونحن نتحدث وعموما لو كتبتم trial بمعنى T-R-E-A-L بالفرنسوية T-R-E-A-L بالإنجليزية T-R-I-A-L وتكتبوا أمامها international أو international أو تكتبوا قدامها السويس تخرج لكم هذه المنظمة ومهم جدا خاصة لمن ربما لديه موضوع في هذا الاتجاح أصدرت المنظمة ولدي البيانين بالعربية والفرنسوية دعنا نذهب للعربية حتى لا نلجأ للترجمة أيضا منظمة trial بيان صحفي جينيف 8 فبراير 2022 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الطريق مفتوح الآن أمام محاكمة الجنرال خالد نزار الرجل الأول سابقا في النظام الجزائري في سويسرا جينيف 8 فبراير 2022 إن خطوة عملاقة في مكافحة الإفلات من العقاب عقدت النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية جلسة الاستماع الأخيرة لخالد نزار ويخلص ملف النيابة العامة أنه تم ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أثناء قيادة السيد نزار للطقمة العسكرية وشغله منصب وزير للدفاع في بداية الحرب الأهلية الجزائرية وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية تفتح نهاية الإجراء الطريق أمام إحالة سيد نزار القادمة للمحكمة أمام محكمة الجنائية الفيدرالية بخصوص وقاع خطيرة للغاية تشكل تواطعا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطق القضاء والتعذيب والاختفاء القصري ويضعي في البيان بيان منظمة ترايال التي واجهت ولما يزيد عن عشر سنوات بدعم بعض إخواننا سنذكر فيما بعد من الذين كانوا وراء هذه القضية أيضا واجهت لوبيات هائلة داخل العصابة عندنا وداخل سويسرا وحتى في بعض الدول الأخرى لكي لا يمثل خالد نزار أمام القضاء السويسري لعنده اختصاص يسمى اختصاص العالمي في النظر في القضايا التي تكون فيها قضايا التعذيب وقضايا الاختفاء القصري أي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تضيف المنظمة في بيانها بعد إجراء جلسة الاستماع الأخيرة للسيد نزار في بيرن لمدة ثلاثة أيام بين 2 و4 فابرايل هذا اللي فاته توشك النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية على الانتهاء من تحقيقها وتسمح هذه الخطوة الحاسمة الآن بحالة سيد نزار للمحاكمة أمام المحاكم السويسرية وتتهم النيابة العامة بالفعل خالد نزار بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب متعددة القتل والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والاعتقالات غير القانونية وكذلك الاغتيالات في سياق هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين ما بين يناير 92 ويناير 94 لماذا يتحدثون عن يناير 92 ويناير 94 حتى أضعكم في الصورة هو لأنه خالد نزار قام بالانقلاف في 11 يناير 92 وأولينا عن تأسيس المجلس أعلى للدولة الذي ترأسه بوضيه في 16 يناير 92 وانتهى هذا المجلس في 31 يناير 94 خالد نزار كان وزيرا للدفاع بداية من 1990 إلى جوي 1993 وخاصة بعد محاولة اغتيال أصيب فيها بجروح في أفريل 93 انسحب بعدها بشهرين وكان قد أصيب بمجموعة أمراض ولكنه بقي من الخلف وبقي أيضا عضو في المجلس الأعلى للدولة إلى غاية حلو في 31 يناير 94 بعد أن تم تعيين الجنرال زروال يمين زروال رئيسا للدولة يوم 1 فبراير 1994 قبل أن يعين فيما بعد كما سموها رئيسا للجمهورية في 16 نوفمبر 95 عندما كان الرجل القوي في المجلس الأعلى للدولة وتولى منصب وزير دفاع ومن المنتظر قريبا إصدار قرار رسمي من النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية بحال الشخص المعني إلى المحاكمة بحال الشخص المعني إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية شكوى مقدمة من طرف منظمة رايل الدولية كانت في عام 2011 منظمة رايل الدولية هي من وراء هذا الإجراء حيث قدمت شكوى جنائية ضد سيد نزال في أكتوبر 2011 أثناء إقامته في جناث وقالت جوليا سولدان رئيسة برنامج الإجراءات والتحقيقات الدولية في المنظمة نرحب بكون هذا التحقيق الطويل على وشك الانتهاء مما يمهي الطريق لتحقيق العدالة لعدد لا يحصى من ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية أنا شخصيا لا أسميها ولا أحب التسمية الحرب الأهلية لكن أنا أقرأ من وثيقة رسمية لهذه المنظمة فأنا أقرأ ما جاء في الوثيقة أنا أعتبرها أنها كانت حرب الجنراليات ضد الجزائريين هذه هي الحقيقة يعني وإن كانت دخلت عليها بعض الأشياء الأخرى لها نقاشها في وقتها المناسب إن حالة سيد نظار إلى المحاكمة سيشكل سابقة تاريخيا ستكون هذه هي المرة الأولى ستكون هذه هي المرة الأولى في العالم التي يحاسب فيها شخص بهذه الرتبة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة وطنية عادية ستكون هذه هي المرة الأولى في العالم التي يحاسب فيها شخص بهذه الرتبة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة وطنية عادية لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنه أمام المحكمة الجنائية الدولية صرات محاكمة لكن لم تحدث برتبة وزير دفاع لم يحدث أن تمت محاكمة أي شخص أمام محكمة وطنية عادية ومع ذلك ترك السيد نزار حراً في نهاية الجلسة الاستماع الأخيرة ويساور المنظمة القلق من عدم صدور أمر باحتجاج الرجل القوي السابق للجزائر ويبدو أن مخاطر الفرار والتواطأ والضغط على الشهود والضحايا كبيرة هنا تقول لنا المنظمة من أنه بعد الاستماع إليه يوم 2-3 و4 فبراير وبعد أن وجهت له تهمة المشاركة أو التواطر في جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية وهذا التوصيفين كنقول جرائم حرب لكريم دوغير ولا لكريم كونتر الإيمانيتي بالفرنسية سوريا أو الإيماني حرب أو الإيماني مستمع لكريم كونتر الإيمانية سوريا أو الإيماني Perhaps لكي ترجم معه أموماً هذه التهمة عندما توجه كان المفروض كان المفروض أن يعتقل ولذلك انزعجت المنظمة الشاكية وهي التي قامت بكل هذه الأعمال انزعجت بشدة من أنه لم يتم اعتقاله سنرى فيما بعد وننظر لماذا لم يتم اعتقاله بالرغم من أن التهم التي وجهت إليه تهم خطيرة جدا التسمية الإنجليزية هي Crime Against Humanity يعني فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية إشارة قوية من العدلة السويسرية بخصوص مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ستكون محاكمة خالد نزار في سويسرا هي الثانية فقط أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بموجب الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية ففي يونيو 2021 حكمت هذه المحكمة على أحد أمراء الحرب الليبراليين بالسجن لمدة عشرين عام بتهمة ارتكاب جرائم حرب قد يقول قائل أنكم قبل قليل قلتم أنها ستكون أو قالت المنظمة أنها ستكون للمرة الأولى التي يحاسب فيها شخص أمام محكمة وطنية عادية نعم ستكون للمرة الأولى لأن هذا الذي حاسب وهو من ليبيريا أمراء الحرب في ليبيريا دولة ليبيريا في غرب إفريقيا لم يكن يحمل رتبة وزير إنما كان أحد الضباط ليسمعه بأمراء الحرب إما هذه المرة يحمل وزير وليس وزير عادي إنما وزير دفاع زائد أنه كان يعتبر من رؤساء الدولة لأنهم كانوا خمسة كانوا خمسة أعضاء فيما يسمى بالمجلس العالي للدولة اللي كان هو يرأس الدولة ما بين 92 و94 بعد انقلاب 11 يناير 92 وهذا يفسر لأنها أول مرة أي الرتبة والمستوى لخالد نزار بالنسبة لفيليب جرانت المدير التنفيذي لمنظم ترايل لقد حان الوقت لمحاكمة خالد نزار تتمتع المحكمة الجنرائية الفيدرالية بفرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى الطغات في جميع انحاء العالم بغض النظر عن البلد وبغض النظر عن الوقت الذي انقضى منذ ارتكاب الجرائم يجب أن يشعر المسؤولون عن الفضايع بمن فيهم رؤساء الدول السابقون بالقلق ستكون العدالة العالمية قادرة على اللحاق بهم وترحب المنظمة التي كافحت على مدار 20 عاما إلى جانب ضحايا الإفلات من العقاب على الجرائم الأكثر خطورة بحقيقة أن عددا متزايدا من الدول تأخذ التزاماتها بموجب القانون الدولي على محمل الجد وتبدأ في تحقيق العدالة على الفضايع المرتكبة في سوريا ورواندا والبلقان والليبيريا والجزائر الآن وأماكن أخرى في بداية العشرية السوداء في الجزائر التي خلفت 200 ألف قتيل أو مفقود من عام 92 إلى عام 2000 كان خالد نزار قائدا للجيش بحكم وظيفته كوزير للدفاع والرجل الأول بحكم الأمر الواقع في المجلس العسكري على رأس القوات التي ارتكبت عددا لا يحصى من الفضايع وانتشرحت الانتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية على نطاق واسع واستخدم التعذيب المنهجي وكان حتى يومنا هذا الإفلات من العقاب على هذه الوقايع إفلاتا تاما فحسب جوليا سولدان لم تتمكن متابعة أي شخص في الجزائر ناهيك عن محاكمته على هذه الجرائم هذه الفرصة الأخيرة لتقديم الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الجزائرية إلى العدالة إن الإجراء القانوني الطويل ضد السيد نزار والذي استمر لفترة أطول من الحرب الأهلية الجزائرية نفسها أكثر من 11 عام كان ممكنا بفضل شجاعة الضحايا ووجود منظمة رايال والمحامين المتزمين إلى جانبهم وبالنسبة للمنظمة والضحايا من باب أولى لم يكن من الممكن ترك هذه الجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام الجزائري في ذلك الوقت تمر دون عقاب بالنسبة للأستاذ أورلان فاريسانو أحد محامي الضحايا موكلي الذين عانوا من تعذيب لا يمكن تصوره يناضلون منذ 30 عام من أجل الحصول على العدالة هذا الخبر اعتراف بمعاناتهم والتي طال انتظارها إن تسليط الضوء على مسؤوليات مسؤوليات ومحاكمة الشخص الرئيسي المسؤول عن الفضايع التي ارتكبت خلال السنوات الأولى من النزاع الجزائري من شأنه أن يسمح لضحايا التعذيب والاختفاء القصري والعنف الجنسي والعنف الجنسي وجميع أشكال العنف الأخرى المرتكبة للحصول على الاعتراف واتخاذ خطوة نحو إعادة بناء أنفسهم ثم تقوم المنظمة بإعطاء الجدول الزمني للقضية 19 أكتوبر 2011 أنباع عن وجود خلد نزار على الأراضي السويسرية قدمت منظمة رايل شكوى جنائية إلى النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية التي فتحت تحقيق في جرائم الحرب 20 أكتوبر 2011 تقل خلد نزار واستمعت إليه النيابة العامة حتى 21 أكتوبر قبل إطلاق صراحه على وعد بالمثول لبقية الإجراءات يناير 2012 استأنف خلد نزار الدعوة المرفوعة ضده بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من الإجراءات الجنائية المحتملة في سويسرا 31 يوليو 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية حكما تاريخيا برفض استئناف سيد نزار معتبرة أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن الجرائم الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية 2011 إلى 2016 خمسة ضحايا تقدموا بشكوى وتم الاستماع إلى أكثر من عشرة في سياق الإجراء 4 يناير 2017 أغلقت النيابة العامة شوفوا هذا الموضوع مهم جدا أغلقت النيابة العامة القضية على أساس عدم وجود نزاع مسلح في الجزائر في أوائل التسعينات 16 يناير 2017 قدم المدعون استئنافا لدى المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد أمر غلق الملف 6 يونيو 2018 أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية قرارها بإلغاء تقديم الشكوى من قبل النيابة العامة القضية التي يجب عليها بالتالي استئناف التحقيق فيها واعترفت المحكمة الجنائية الفيدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح خلال فترة المعنية في الجزائر وتورط السيد نزار في العديد من الجرائم 4 فبراير 2022 بعد الاستماع إلى خالد نزار لمدة ثلاثة أيام أبلغت النيابة العامة القضية للأطراف بأنها تنوي إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية انتهى بيان منظمة تراير معركة قضائية حقيقية كما استمعتم هذا ملخص فقط دامت 11 سنة وأربعة أشهر منذ 19 أكتوبر 2011 إلى قاية الأسبوع هذا التي انتهت بتوجيه الاتهان في ربعة فبراير ولكنهم المحكمة أو الطرف المعني في سويسرا الادعاء أمر المحامين محامية الضحايا وربما حتى محامي هذا المجرم بأن لا يتحدثوا في الموضوع إلى غاية اليوم 8 فبراير 2022 بعد الساعة 12 تروا أمبارغو كما يسمى في القانون سامحوني أنا ما زلت عندي نوع من الكولت قبل أن نذهب في ماذا يعني هذا بالنسبة لنا كجزائريين وعموما للضحايا الذين يعانون من جرائم حرب جرائم الإنسانية اغتيال اختطاف اقتصاب تعذيب قتل خارج القانون قبل أن نذهب إلى كل هذا وما يعني هذا القرار لأن هذا القرار لا يعني الجزائر فقط سيعني الجزائر ولكن سيعني العالم أجمع لأنه هذا ما يعرف بالبريسيدون تقريبا لأنها سابقة خاصة في الملف الجزائري وسابقة أنه كما ذكرت المنظمة في العالم أجمع أن يحاسب برتبة وزير دفاع أمام محكمة وطنية وليس أمام محكمة دولية مهم جدا هذه رسالة مرعبة للطغاة خاصة أصحاب المراتب العليا من وزير فما فوق قرار اليوم خطير وللغاية ليس فقط على المستوى الجزائري وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي قبل أن نذهب مرة أخرى دعونا لأنه يكون جيدا أيضا أن نعود قليلا إلى لماذا وصلوا إلى هذا الوضع يعني لماذا وصلنا إلى هذا الوضع لماذا ربعت هذه القضايا وقبل ذلك حتى وحتى نضع الصورة للناس طبعا كثير من الجزائرين يعرفون من هو المجرم خالد نزار ولكن ليس كل الناس يعرفون من هو خالد نزار خلونا نعطو سيفي كما يقال قصير جدا لمن هو خالد نزار لمن لا يعرفه خالد نزار من موليد مدينة تسمى مدينة سريانا في ولاية باتنع وهي قلب بلاد شاوية وكي نقول قلب بلاد شاوية نقول قلب الثورة الجزائرية ولد في ديسمبر 1937 وفي الذين ولدوا في ذلك التاريخ في الغالب في هذه المنطقة خاصة الذين ولدوا في الثلاثينات في الجزائر من القرى الماضي خاصة في مناطق هذه مثل مناطق الشاوية مناطق الشرق الجزائري كانوا التحقوا بثورة 54 فيه اللي التحق في 54 فيه اللي التحق في 55 فيه اللي التحق في 56 لكن الأغلبية العظمى التحقوا بثورة تحريق بعضهم التحقوا بالاستعمار الفرنسي قلة من بين هؤلاء خالد نزار ففي عام 1956 عندما كان عمره 19 سنة في حين أن أغلبية أبناء سريانا وأبناء باتنو وأبناء سخهراس كانوا يلتحقون بالجبال بجبال البلاد لتحرير البلاد من الاستعمار الإجرامي اللي دام أكثر من يومها أكثر من 125 سنة التحق هو بمدرسة عسكرية فرنسية وتكون في بضعة أشهر ليصبح هو يقول سليتنا لكن كان الناس كثير يقولوا أنه كان صف ظابت يعني سواء كان صف ظابت تخرج صف ظابت سيرجون أو سيرجون شيف أو سوليتنا المهم أنه يخرج لكي يقاتل جزائري وتخرج على الأرجح في 57 وظل يقاتل مع الاستعمار الفرنسي حتى نهاية 59 بعض الناس قالوا ربما التحق في منتصف 59 سواء منتصف 59 أو نهاية 59 يعني التحق بالثورة الجزائرية لما جاء ديجول ولما كان معروف بشكل عام أن الجزائر ستتحصل على نوع من الاستقلال كان يتحدثوا على لالجيريا الجيريان وعلى نوع من الاستقلال سواء استقلال ذاتي أو استقلال ذاتي موسع أو استقلال كامل ولكن بوجود الابين وار والجزائر الأوروبيين والجزائرين لآخره كان ديجول يعرف بأن الاحتفاظ بالجزائر لم يعد ممكنا رغم التضحيات والمصاريف اللي قدمتها الدولة الاستعمارية فقد مات لها عشرات الألاف من الجنود والضباط والمعمرين وغيرهم وأيضا صرفت آنذاك عشرات المليارات من الفرنكات الفرنسية لإبقاء الحفاظ على الجزائر كانت تاج المستعمرات وكانت بالنسبة إليها خسران الجزائر هو خسران إفريقيا أو تكاد لكن عندما جاء ديجول بعد المحاولة القلابية اللي قاموا بها جنرالات في مايه 58 في الجزائر عندما جاء ديجول كان واضح وانهارت الجمهورية الرابعة فهم بأنه غير ممكن الاحتفاظ بالجزائر وكان مقولة الشهيرة جوزي كومبري المهم في ذلك الوقت كان عرضا على بعض الجزائري أن يلتحقوا بالثورة خاصة لما كان بير ميسمير وضباطه وبعض الجنرالات قالوا لهم من الأفضل أن تكونوا أنتم عيوننا داخل الثورة ولذلك يعتقد المؤرخون والمراقبون للأوضاع وأنا واحد منهم لست مؤرخ ولكن متابع ومراقب ربما لحداث الثورة الجزائرية لأنني مهتم بها جدا أن الذين التحقوا بالثورة الجزائرية قبل 58 قبل وصول ديجول من الجزائرين الذين كانوا في الجيش الفرنسي بشكل أو بآخر بتسمية أو بأخرى كانوا في الغالب صادقين في التحاقهم بالثورة والذين التحقوا بعد وصول ديغول كانوا في الغالب غير صادقين بالتحاقهم بالثورة الجزائرية إنما أميروا لكي يخترقوا الثورة الجزائرية أقول هذا في الغالب كان دائما استثناءات من هنا وهناك إذن يلتحق قلب نزار في نهاية ساعة خمسين بالثورة في تونس ويبقى في تونس فيما يعرف فيما بعد بجيش الحدود في 62 يسطو جيش الحدود بقيادة العقيد هواري بومديان أنا ذاك قائد الأركان على السلطة في صعيفة 62 ويحدث حتى قتال بين جيش الحدود وجيش التحرير في الداخل يعترف نزار في مذكراته كنت قرأت له قبل 15 سنة قرأت له مرتين كتابين طبعا كتبت له لكن المهم فيها بعض الحقائق يعني أنه كان يرأس كتيبة كتيبة الدبابات وأنه اشتبك مع جيش التحرير في الداخل وأنه كما يقول للأسف قتلنا منهم وقتلوا منا أي أن جيش الحدود دخل ليقتل ويستولي السلطة على السلطة بالقوة بالفعل استولي على السلطة في نهاية جويليا بداية أوت 62 على السلطة وحدث الذي حدث قبل سنوات أصدروا قرار قالوا أنه مات على الأقل ألفين في تلك المعركة واعتبروهم شهداء ومجاهدين أو مجاهدين من الذين جرحوا متى حدث هذا؟ حدث أعتقد في 2008 أو باش يعطوا بعض الحقوق لأهليهم لأنهم كانواش معترفين بهم نتخيلوا أن جيش الحدود يقتل من جيش التحرير في الداخل وعمرهم لاعترفوا بهم إلا في سنة 2008 واعطاهم لأسرهم أو أهليهم ربما هذه البونسيون أو بعض الاعتراف على الأقل يبقى طبعا خلنا الزار مثله مثل كل الكابرانات والسراجن أو صف الضباط أو الضباط اللي تحقق بثورة الجزائرية كانت هناك معركة حدثت في الـ 64-63-64 وهذه المعركة كانت ما بين بومديان ومجموعة من كبار الثوار وعلى رأس هؤلاء محمد طار شعباني هؤلاء الثوار وعلى رأس محمد طار شعباني رفضوا أن تعطى مناصب حساسة للذين كانوا في الجيش الفرنسي في الدولة الجزائرية قالوا نعطوهم مناصب لكن ليست حساسة أعطوهم مناصب للتدريب أعطوهم مناصب للتدريس لكن هؤلاء رأوا أنه فيهم شكوك هؤلاء رأي قلوبهم فرنسية حتى وإن كانت وجوههم جزائرية بباديا لم يرى ذلك ووصل به الأمر إلى أن اتهم محمد طار شعباني بأنه يريد الانفصال والمساس بالجيش تسمعوا قضية المساس بالجيش كانت رأي عنده 60 سنة هذا القصة معنويات الجيش إلى آخره وأعظم ذات 3 سبتمبر 1964 تمر الأيام حتى نمر بسرعة تمر الأيام وفي 84 يقرر الشادلي بن جديد إعطاء رتبة عميد ولواء لبعض الضباط الجزائريين أول واحد اللي أعطاه أعطيها هذه الرتبة كان بن لصيف مصطفى بن لصيف ستتم الإطاحة فيه فيما بعد وسيسجن فيما بعد ولكن أيضا بين اللي أخذوا هذا المنصب العربي بالخير خالد نزار وعداد من الذين كانوا في الجيش الفرنسي خالد نزار إذن في هذا الوقت 84 رهو عميد جنرال بعد في أحداث 5 أكتوبر 88 يكلف الشادلي بن جديد أحد الجنرالات برئاسة حالة الحصار أعلنوا حالة الحصار لطاة السياج لقمع ثورة 5 أكتوبر 88 ويتولى خالد نزار نيابة القيادة نائب القائد والحقيقة كان هو القائد الفعلي لأن الجنرال الذي عين نسيت أسمه وقاله كان أسمه شي شيء إذا نمتذكر زين العابدين حاجة هاك لكن المهم كان إنسان شبه أمي فما لم يكن يعرف كيف تدور الأمور فخالد نزار كان هو القائد الفعلي لحصار وللجزائر فيما بين 5 أكتوبر و 12 أكتوبر أو 13 أكتوبر فترة الحصار وتسدد البنادق والقنابل ضد شباب الجزائر الثائر ويقتل المئات ويعتقل الألاف ويعذب الألاف لما سئل خالد نزار فيما بعد لماذا أطلقتم الرصاص الحي على الشباب المنطفر من أجل أنا ذاك كان ثاني المشكلة المشكلة الندرة وطماطم مكانش والزيت الزيت هذا قصة طويلة راي مش قصة جديدة كانت أنا ذاك أيضا مشاكل للمونو بري يسموهم للمونو بري ويسموهم الأسواق الفلاح ويسموهم هذه كانت مراكز تعد دولة لتجارة فكان فيها عبث كبير جدا ودايمن لشين ودايمن الندرة والمرازم وحياة سيئة وترانسبور ما يمشيش يعني ما تشبهش لهذا الوضع هذا الوضع أسوأ منها ألف مرة اللي رأنا فيه لكن كانت الأوضاع سيئة جدا ولما كانت الأوضاع سيئة جدا تفضل الناس فالمهم تم قتل المئات فيما بعدهما قالوا 160 أو 170 الحقيقة أنا كنت يوم هنأدي في الخدمة العسكرية وفي نصف مستشفيات العاصمة فقط أنا شخصيا كنت من الذين كلفوا بإحصاء الخسائر وأعرف أنه في نصف مستشفيات العاصمة اللي زرتها فقط كانوا أكثر من 160 يعني متذكر في نصف مستشفيات العاصمة فقط أكثر 160 هذه شهادتي أنا يوم ها كنت نأدي في الخدمة العسكرية في تلك الفترة أيضا تم تعذيب شديد بما فيها الاقتصاب للرجال والنساء وبعض الناس خطفوا ولم يظهروا لهم أخبر لحد الآن عشرات اختفوا لم يظهر لهم أي خبر من ذلك التاريخ ماذا يحدث فيما بعد بعد أن توقفت الأحداث طبعا فرض الشعب الجزائري على الشادل بن جديد وعلى القيادة التي كانت كما يسمى القيادة السياسية في البلاد على الانفتاح ما عرفها بانفتاح بعد 5 أكتوبر ودستور فبراير 89 إلى آخره لكن قام عفوا قام الشادل بن جديد وتحت ضغط من كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين بإصدار عفو عام في ديسمبر 88 يعني كان المفروض يتابع الناس ليرتكبوا جرائم ومرأة القتل خاصة التعذيب فدار لهم عفو عام ومش فقط عفو عام ورقيوا بعض الجنيرالات بما فيها من الزار أعتقد أنه رقية مباشرة بعد 5 أكتوبر أعتقد رقية في نوفمبر 88 إلى رتبة جنيرال وفي حكومة حمروش إذا كان ذكرتي جيدة اللي بدأت في سبتمبر 1989 عين وزير الدفاع إما في 89 أو بعدها بسنة المهم عين لوزير الدفاع في 89 أو 90 وتكون الأحداث اللي شاهدناها وربما نرجعو لها مرة أخرى إذا أردتم ورغم كثير منكم خاصة الناس اللي متجاوزين 50 سنة يعرفوا هذه الأحداث وعاشوها أو 45 سنة عاشوها عن قرم ثم تأتي الانتخابات والبلدية يفوس فيها الفيس جاء انتخابات تشريعية ثم يقرر الجنيرالات وعلى رأس مخال بن الزار القيام القيام بانقلاب عسكري 11 يناير 92 وتبدأ تلك المرحلة يأتب بوضياف ثم يبدأ الاعتقالات ووضع الناس في الصحراء تبدأ بعض اغتيالات هنا وهناك اختطافات هنا وهناك ثم يقتال بوضياف كما تعرفون وتستمر يكون في هذا الوقت نزار دائما وزيرا للدفاع وأوضو المجلس الأعلى للدولة طبعا كان هو الحاكم الفعلي كان هو الرئيس الفعلي خاصة بعد اغتيال بوضياف لأن اللي بقاو كانوا لا يمثلون شيء أمامه الوحيد اللي كان ربما يقفل أحيانا أو يعترض عليه هو بوضياف لكن بوضياف تم اغتياله كما تعرفون والظروف التي تعرفونها في أفريل إذا كان ذكرتي جيدة 93 في جنبي 93 يروح عند خادم الحرامين كما يسموه الملك فهد ويستقبله ويقول له ما قلته الشهيرة العصى 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 هؤلاء ليسوا بمسلمين ويأتي خالد نزار محملا بملايير دولارات بالرغم أن السعودية آنذاك كانت خارجة من حرب الخليج الثانية وكانت بالنسبة إليها في حالة تقريبا إفلاس مع ذلك عطاوله 3 ملايير دولار لأن خالد خالد الحرامين بدل خادم الحرامين وصاه بالعصى العصى العصى لمن المعترضين عليهم سواء تتفق معهم وتختلف معهم يعني قال له هؤلاء ليسوا بمسلمين كفرهم هذا الكلام بالمناسبة موجود في مذكرات خالد نزار شخصيا ماش صحافة أو قيل وقال لكن في مارس أو آفريل 93 تحدث له محاولة اغتيال في بن عكنون تتفجر قنابل في السيارة وكانت مدرعة يصاب بجروح ويقتل 3 أو 4 أشخاص اللي كانوا معاه ربما من الحراس ويجرح العشرات وينجو خالد نزار من ال اغتيال ما نقام بالاغتيال مناش عارفين هل كانت الجماعات الإسلامية التي تقاتلهم أم كانت الجماعات المخترقة أم كانوا صحابه اللي مختلف معاهم من لا ندري لا ندري هذه من بين الأمور اللي ربما سيكشف التاريخ عندما تقوم دولة مدنية بإذن الله في الجزائر ثم يبتعد خالد نزار عن رسميا عن السلطة في جويلية 93 ولكنه بقي عضو مجلس العالي الدولة إلى غاية 31 جونفي 94 اليوم هذا القرار يتحدث عن هذه الفترة من يناير 92 إلى يناير 94 كان يومها وزير الدفاع وعضو مجلس العالي الدولة أو على الأقل عضو مجلس العالي الدولة فقط من جويلية 93 إلى يناير 94 وتأتي هذه التهمة بهذه الطريقة هذا جزء من السيفي تخالد نزار لكن مشك ما كانش هذا السيفي فقط كان سيفيات واحدة أخرى نرجع لها أيضا بسرعة قبل أن نعود للقضية في حد ذاتها قبل حوالي سنة ونصف كتب ابنه سفيان نزار خرج على تويتر وكتب قال أنه يشعر بالألم الشديد وأنه يشعر دائما بالرعب مما شاهده قبل فترة طويلة قبل حوالي 30 سنة وهو أن والده خالد نزار قام بقتل أمه أم سفيان نزار زوجة نزار أمام أولاده قال نزار عنده ذكري لطفي هو الكبير وسفيان وعنده بنتين ما يهموناش البنتين لأنه ما عندهمش دور في الأحداث لكن اللي عندهم دور هو لطفي والذي راكم سمعته الأخبار لفترة الأخيرة في محاولة اغتيال عبود وإلى آخر متورط فيها مباشرة لطفي نزار وسفيان لما خرج سفيان وقال بأنه متألم وأنه اكتب تغريدات جنة جنون خالد نزار اللي كان يومها هارب في إسبانيا بعد أن صدر حكم ضده بعشرين سنة في شهر ماي قايت صالح في 2019 قايت صالح اختنم الفرصة بشيريق اللي كونت ريق الحسابات مع كل أولئك الذين كان بينهم وبين وبينهم مشاكل سواء عن حق أو عن باطل يعني لقايت صالح أيضا استخدم الحراك بشيريق الحسابات يعني خرج خالد نزار وقال أنهم يتلاعبون بابن سفيان وأن ابن سفيان يحركه المتطرفون الإسلاميون وأنه من جهة أخرى أيضا تحرك المخابرات ثم قال أنه هو تحت المهدئات ويأخذ مخذرات تهمه بكل اتهامات وأنه عنده اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية وأنه يجب أن لا نستمع إليه يومها لما اكتب سفيان تغريدات وأنا وصلت إلي وشفتها وطلعت على الحساب كنا بين صدقين ومش صدقين قلنا ربما كاش واحد من خصومه سمره سفيان نزار ودار تغريدات لكن عندما اخرج خلد نزار في موقعه الإلكتروني بعدها بيومين أو ثلاثة ودار رسالة طويلة عرفنا أنها بالفعل اللي اكتب التغريدات هو سفيان اختفت التغريدات وبعدها قليل سيختفي حتى سفيان لأنه لن يطول الوقت ويعود نزار بعد اغتيال القايد صالح اللي الآن احنا على يقين أنه تم اغتياله يعود نزار في 2020 على ظهر طائرة رئاسية بجواز سفر ديبلوماسي وب الموسيقى العسكرية في بوفريك استقبلوا استقبال الأبطال وبطاعة الحال تلغى حكم العشرين سنان اللي كان ضده ضد ابنه شخص ثالث ويصبح ويعود نزار لاعبا رئيسيا من خلف السيطار في وضع المناصب المدنيين والعسكريين إلى آخره وقالوا إلى فيدي سون موندا إلى آخره واحد من الأحرار حكا لي قال لي لما راح له القاضي قال لي هو ما راح حتى مكان يعني هذا يقول لك راح له راح لمحكمة فلانية وحضر قال لي ما راح حتى مكان بعثوا له القاضي كإجراء شكلي راح له الفيلة ستاعه ليس بعيدا عن سيتي مالكي في جهة حيدرة وداله باش يوقع قال لي عمره شتائم وسبوه انتم مرخاص وظنيتوا بلي دخلوني للحبس والآخر القاضي يقول له أنا والله مني أنا قاضي عسكري بطاقة الحال والله مني أنا من جنرال وأنا فقط مكلف إلى آخره مسخوا مسخ هم غير باش يديروا واحد لا فورماليتي هكذا ويحاو يرجعوا الملف على أساس أنه إلى فيديك يعني كان ضده موندا انترنسيونا يعني ملاحقة دولية خارجية ويبدو نزار مع التوفيق وتعود يعود كبار ضباط اللي كانوا معاهم بعضهم الآن جنرالات حسين بولحيا ناصر الجن جبار مهنة حسان إلى آخره كل كبار المجرمين بعد التسعينات عودوا جابوهم وبالعكس اللي كان عقيد ولا عميد اللي كان عميد ولا جنرال مجرور إلى آخره إلى آخره طبعا عادت دولة التوفيق بكل ما تعنيه الكلمة ودولة نزار الآن ماذا يعني نرجع للقرار تعلين لهمنا كثير بالمناسبة كي قلت أن سوفيان تهموا بأنه قتلوا هذا أنه نزار قتل بالسلاح وأمام أولاده زوجته معروفة وانتشرت آنذاك في تسعين أو واحدة وتسعين لا أتذكر جيدا إلى درجة يحكي لي أخونا المحامي الدولي رشيد مسلي قال لي أنهم كانوا في تسعين كان هو وليحي عبد النور ومحمد طهري وكانوا هما في ثلاثة كانوا محامين كانوا يدافعوا آنذاك على المعتقلين خاصة على قيادة الفيس فمرة عند قاضي التحقيق وكان يسموه الكابيتان سليماني في 92 لما يدخلوا المحامين في ثلاثة يدردش معهم يدحف معهم يجيب المقهاوي إلى آخره وبعد يقولهم يقولهم مع بايكم واش كنتوني نقرأ يقولوا نو ما لابناش القوشد ملف قال لهم كنت نقرأ في الملف سيدة التي انتحرت برصاصتين ويموت بالضحك قلوا له كيف يعني مشنو هذي سيدة انتحرت برصاصتين قال لهم مرت نزار ما سمعتوش باللي انتحرت برصاصتين بمعنى لما حط هي قتلها برصاصتين وطبعا ما فيش واحد ينتحر برصاصتين رصاصة واحدة وخلاص بعد ما يقدرش يزيد يطلق الرصاص على نفسه خاصة لما يكون الرصاص في الرأس يعني ف خالد نزار قتلها برصاصتين ولكن تكييف القضية انا ذاك كيفت على انها انتحرت بسلاح زوجها في غيابه الغريب في الامر فقط ان انطلقوا رصاصتين وليس رصاصة واحدة وهي عبارة اخرى ان هذاك الكابيتان كان حاب يقول لهم هذا فيلم هندي بطبيعة الحال لانه لا يمكن لهذه المرأة ان تنتحر برصاصتين انما واضح ان هناك من قتلها وانا ذاك كان شيع في الجزائر كلها ان خلد نظار هو الذي قام باغتيال زوجته الآن فيما يتعلق بهذا القرار اليوم قبل ما نروحوا القرار نروحوا لبعض ما حدث في هذا ال 11 سنة كثير من المرات اخواننا يقولوا لي علش ما ترفعوش قضايا على المستوى الدولي على الجنائية الدولية على هم لا يعرفون في الحقيقة احنا لا نستطيع دائما نتحدث عن هذه الاشياء وخاصة اخواننا المعنيين مباشرة من القضية قانونيين سواء مثلا واحد مثل اخونا رشيد مسلي وهو 30 سنة في هذه المعارك 20 سنة منها في الخارج كمحامي دولي متخصص في قضايا الامم المتحدة وخاصة في الافلات من العقاب وقضايا التعذيب والاختيال والاختطاف لاخره فطبعا ما نستطيعش أن نقول كل شيء للناس على العلن خاصة في القضايا القانونية القضايا القانونية تتطلب دائما كثير من السرية ومرات بنجرد ما تخرج قواني تخرج بعض الأشياء ربما يلغى الملف يقول لك يقول لك كين مشكلة لأن تم تسريب المعلومات ثم أن القضايا القانونية في حد ذاتها مش سهلة لأن القاضي ما هوش كلام انتع خطاب أو كلام سياسي أو كلام إعلامي لازم يروح للأفعال ويدقق فيها ويعرف تفاصيلها ويشوف شهود هذه القضية هذه الدخالة النزار هي تدوم الآن منذ أكثر من 11 سنة نعم منذ 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 أكثر من عشر سنوات يعني عشر سنوات وثلاث أشهر أو أربع أشهر رهم استمعوا فيها إلى الضحايا وهم أساسا خمس ضحايا و إلى عشرات الشهود والخبراء والقانونيين واجتمعوا إلى عدد هائي من الناس ومع ذلك مع ذلك كما نشوف هنا في حيثيات هذه القضية استطاعت اللوبيات اللوبيات المستفيدة من العلاقات ما بين العصابة للتحكم الجزائر وسويسرا استطاعت أن أغلقت النيابة العامة القضية في ربع يناير 2017 أغلقت النيابة العامة القضية على أساس عدم وجود نزاع مسلح في الجزائر في أول تسعينات يعني قاعدوا يشتغلوا من 2011 إلى 2016 وجمعوا الشهادات والضحايا وأشياء كثيرة ولا خبراء ثم جات تحت ضغط رهيب قامت به اللوبيات معينة قدرت نوري لكم مقطع من هذه اللوبيات ألغت النيابة العامة وقالت ما فيش قضية لم تكن هناك حرب وبالتالي ما فيش جرائم جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية قلن نوري لكم واحد المقطع من فيديو اشتهر لكنه اختفى من بعد من الفيسبوك واليوتيوب أصبح الفيسبوك واليوتيوب أين يجد هذا الموضوع أين يجد هذا الموضوع يغلق خلينا نوري لكم هذا المقطع المترجم 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 للقناة موسيقى مورييل برسيكوهن شف المسيون في ألجير في 2014 و2018 تظهر هذه التعليقات هذه التعليقات في 4 سنوات ومشاركة التعليقات بين الألجيريين والسويتين ومشاركة إلى 10-10-50 نحن هنا ونطلب من المساعد إذا تفضل بأن يضع رابط لهذا الحساب لنشر هذا الفيديو أن يوضعوا معنا هنا على الصفح وأن يوضعوا أيضا على الفيسبوك هنا هذا الفيديو اللي في 5 دقائق فقط بالضبط 5 دقائق و8 ثواني هذا الفيديو يشرح دور السفيرة السويسرية ما بين 2014 و2018 في أعتقد اسمها مارييل مارييل بيرسي كوهيم كانت سفيرة سويسرا ما بين 2014 و2018 في الجزائر ولعبت ضغر رئيسي جدا حسب بعض الشهادات وحسب بعض المتابعين لهذا الملف وخوفت الحكومة السويسرية من أن محاكمة خالد نزار من أن الحكومة الجزائرية أخبرتها وكبار المسؤولين الجزائريين أخبروها بأن محاكمة خالد نزار في سويسرا ستؤدي إلى ضربة شديدة العلاقات ما بين الجزائر وسويسرا وإذا عرفنا أن الجزائر تصرف تقريبا ما بين مليار ونص إلى مليارين ونص كل سنة حسب السنوات من الدولارات هذا يعتبر مبلغ معتبر يعني صحيح مش مبلغ كبير جدا لكن سويسرا تبيع للجزائر خدمات وسلع ما بين مليار ونص إلى مليارين ونص دولار كل سنة كمعدل هذه مبالغ ضخمة وهناك شركات سويسرية وهناك أعمال إلى آخر فقالت لهم أن هذا سيتضغر ليس هذا فقط قالوا لها بأننا ربما سنحول أيضا أموالنا من سويسرا وبعض الأموال لديرها حتى الحكومة الجزائرية وليس الأفراد وتهديدات أخرى شديدة لماذا قامت هذه السفيرة بهذه التهديدات لأنهم هدوها بذلك والحقيقة أيضا داخل الغرب عموما هناك ناس صحيح يتكلموا على حق الإنسان ولكن لما يكون هناك خلاف ما بين حقوق الإنسان وما بين المصالح مصالح الدولة يختارون مصالح الدولة ويعفسوا على حقوق الإنسان وعلى المبادئ وعلى القيم إلى آخره هذا موجود في الغرب موجود الصنفين موجود حقيقة اللي يدافع على حقوق الإنسان من حيث المبدأ ولا يترجعون عن ذلك وما وجود أولئك الذين يستخدمون حقوق الإنسان كآدات للضغط وبمجرد أن تتعارض مع مصالح اقتصادية يعفسوا عليها إذن هذه اللوبيات دعونا نشوفوا برغم أني وريدتكم فقط ثواني من هذا الفيديو لكن دعونا نشوفوا ثواني منه ثم نروحوا شكون كانت هذه السفيرة مع من كانت عندها علاقات بشكل خاص موسيقى Elle a triplement pêché en associant aujourd'hui dans la conscience des Algériens le grapau à la Croix Blanche aux crimes de guerre à la corruption et à l'exclusion malgré le fait qu'en matière de politique étrangère conformément à l'article 54 de la Constitution fédérale la Suisse contribue à promouvoir le respect des droits de l'homme la démocratie la coexistence pacifique des peuples Promotion de l'impunité Muriel Berset-Cohen a été élevé dans la cité de Calvin la ville du droit humanitaire international et des conventions de Genève avant d'être nommée ambassadrice elle fut chargée des droits de l'homme et des affaires humanitaires à la mission suisse auprès des nations unies à Genève elle a cependant accepté de se soumettre au chantage des militaires algériens pour quelques maigres contrats ainsi elle est intervenue auprès du ministère public de la Confédération pour faire classer le dossier du général Khaled Nezard accusée en suite de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Algérie dans les années 1990 en 2016 elle affirma au magistrat en charge du dossier qu'à Alger on lui a fait savoir de manière informelle qu'un dossier économique n'avait pas avancé en raison de cette affaire le dossier du général Khaled Nezard sera clos en janvier 2017 après avoir destitué la procureure en charge de l'instruction بعد بعد ما aطاح le procureure qui était en charge de l'instruction 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 du قضية فيها كثير متعقيدات مش رح نبقى فيها كلها باش يكفينا الوقت خلينا شوفوها السفيرة مع من كانت شكون كانوا حبابها يعني شوفوهنا اتركوا في القناة حي llega لا يزال علمي علمي المهم ها كانت علاقتها هذه السفيرة مع ناهبي الملعام بما فيهم حدات ومع آخرين ولكن الحقيقة أن الأسئلة التي كانت دائما طرحت هل هذه السفيرة تصرفت فقط وفق مبدأ مصلحة السويسرا كدولة بكي ما تخسرش القضايا والتجارة مع الجزائر شركات سويسرية مستفيدة من تجارة مع الجزائر من بيع الخدمات إلى آخره أم أن هناك بعض الناس قالوا أكثر من ذلك قالوا أنها ربما هي نفسها كانت تلقت ربما أشياء تحت الطاوية بغض النظر إذا ما كانت هذه المخاوف أو الشكوك اللي أبدوها متابعين للملف صحيحة أم لا فإنه بكل تأكيد كانت هناك لوبيات بما فيهم هذه السفيرة أنا ذاك واللي لعبت دور في إغلاق الملف عاد الملف من جديد خلينا نروح الآن عندما تقل أول مرة في أكتوبر في 19 و 20 أكتوبر 2011 عندما اعتقل خالد نظر قامت القيامة في الجزائر كانت هناك تهديدات من طرف النظام وهو هددهم في الحقيقة هددهم وقال لهم أنا ذاك بأنه إذا اعتقلت وحكمت لا نروح وحدي وأنا كنا مع بعض يقصد الجنرالات اللي قاموا بالإنقلاب أو اللي كانوا تحته حتى في المناصب ولذلك كانت هناك حالة من التوتر الشديد في 2011 لما كان نظر معتقل لمدة يومين تعرفوا أنهم قاموا بجابولو دارولو أربع محامين من بينهم هذا واحد يسموه مارك بونان مارك بونان هذا يدي ألفين فرانك سويسري للساعة الواحدة ألفين فرانك سويسري هي ألفين يورو تقريبا يعني فرانك سويسري واليورو تقريبا كيف كيف مرات الفرانك يكون أغلى مرة اليورو يكون أغلى بخمسة سنتيم أو العكس ألفين فرانك للساعة ألفين أورو ألفين أورو للساعة معناها أربعين مليون للساعة بدراهم الجزائري يعني هذا لما يخدم لو يقول لهم خدمت فقط على قضية نزار فقط يقول خدمت مئة ساعة يدي ربع آلاف مليون سنتيم ربع ملاير سنتيم بدراهم الجزائر طبعا نقدر عملة صعبة ما يقدر عملة دينار لم يكن مارك بونان هذا وحده كانوا معه أربع محامين وحدة أخرين ربما ما همش كلهم يدوا ألفين يورو بصح على الأرجح ناقل لهم يدي ألف أورو لساعة تخيلوا أربع محامين أو خمس محامين مع بونان بعضهم يدي ألفين يورو لساعة بعضهم يدي ألف وخمسمائة بعضهم يدي ألف تخيلوا أن هذا المال كان يدفع من خزينة الجزائر كان يدفع هذا المال من خزينة الجزائر أبشع من ذلك لما اعتقلوا خالد نزار خلنا نشوفوه وين كان وش من فندق كان فيه وخلنا نشوفه واحد صحفي تعرفوه كان يومها راح للفندق راح للفندق وحقق في الموضوع وقالنا حتى اشحال الفندق كاني عفوا اشتركوا في القناة 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 لقد اشتركوا في القناة باشير مجاهد سيبرير احمد فتاني اشتركوا في القناة الى اخره الى اخره الى اخره ميلود ابراهيمي ابوكا الى اخره قائمة طويلة تصل الى مية هنشوفوا كم عدد الموقعين وهذا كلهم سيديهم بتاريخ كيف انهم وقعوا مع هذا المجرم مية وسبعة وسبعين يعني القائمة انا ذاك لما طبيعات كان فيها مية وسبعة وسبعين اخرهم كان زيان بن عطو زيان بن عطو بروفيسور وميدسين زيتوني مسعود بروفيسور وميدسين انسيان دوايان لفاكيلتي هذا انظر كان طبيب بوتفليقة زواوي بن حمادي جورناليس الى اخره من بين ايضا الى وقعه انا كنت يومها صراحة صدمت لما لقيته خاصة انه كان سجن يعني حتى خلد نظره هو لي سجنه يعني كان الصحافي سعد بوعقبة لكن سعد بوعقبة من بعد قال بصراحة لبعض الاصدقاء تلقاهم هكذا وكان معهم في حديث جانبية واعتقد حتى انه قالها علنا فيما بعد قال انا وقعت لاني كنت اريد ان خلد نظار او اي جزائري اخر يحاكم في الجزائر وليس خارج الجزائر هو حقيقة هو هذا املنا يعني امل امل جزائريين انا شخصيا عندما تلقيت الامر اليوم تلقيت بنوع من الارتياح لان اخيرا هذا المجرم سيحاكم وهذا سيفتح الباب لمحاكمة المجرمين بغض النظر اذا كانوا من هذا الطرف او ذاك عسكريين او غير عسكريين مسؤولين كبار او مسؤولين صغر الى اخره لكن الهدف في الحقيقة لماذا ايضا تلقيت بألم ايضا لاني كنت نتمنى ان يحدث هذا في الجزائر وليس خارج الجزائر طيب خلينا نزيد ونكملوا بعض التفاصيل في لما حكموه في اكتوبر 2019 كان هذا بالمناسبة نطلب من شاء الله بعد ان نوضعوه على الصفحة واذا من يستطيع ان يترجموا الى العربية حتى وربما الى الانجليزية يكون جيد هذا هو محضر هذا هو محضر الحوار او مش الحوار تحقيق اللي جرى ما بين القضاة قضاة سويسريين القضاة تحقيق سويسريين وخالب النظر في خمسة وثلاثين سؤال خمسة وثلاثين سؤال تقريبا ما فيش سؤال واحد ماكذبش في خالب النظر ما فيش سؤال واحد ماكذب ربما نستثنو سؤالين او ثلاثة اللي كانوا عاديين يعني حاجات تتعلق بسمك وكذا الباقية كلها اجاباته كانت كاذبة وكان فيها تلاعب وكان فيها خوف مثلا يقول لها احنا ما عندناش دور انا مش انا اللي قمت بالانقلاب لم يكن انقلاب ومش انا اللي قمت بالانقلاب الى اخر مثلا بالاجابات حتى هذه الوثيقة رح نوضعها على صفحة الفيسبوك وعلى تويتر ايضا لكي هذه وثائق تاريخية بضغط الحال لكي تعرفوا كيفاش يعودوا كالدجاج المبتل امام الاجانب بالرغم انهم كانوا طمأنوا عن ذاك انه لن يعتقل يعني انه بعد النقاش هذا يطلقوه ومع ذلك مليئة بالاكاذيب مليئة بالاكاذيب مليئة بالاكاذيب ومليئة بالمخادعات وكأنه كان يظن بان لهذه الوثيقة ما تخرج عموما احنا نوضع امام الناس وكل واحد يشوف هو بعينه كما يريدها لكن قبل ان امضي الى بعض الخلاصات حتى لا اطيل عليكم كثيرا خالدنا الزار بطبيعة الحال واخواننا هم معروفين تعد ضحايا مثلا هذه هذا النقاش كان في 2011 في رشيد مسلي اللي يمنع كل متابعة قضائيا ضد مرتكب الجرائم اثناء العشرية السوداء وبالتالي ما في خيار المواطنين الجزائرين الا اللجوء الى المحاكم الدولية او المحاكم الأجنبية جميل سيدي مسلي هنا في هذا المقطع القصير ما نحبش نطول لكم حتى هذا الفيديو ان شاءنا نوضعوها فيما بعد برابط وتشوفوها ربما على رحتكم يشرح رشيد مسلي لماذا لجأ ضحايا الجزائريين الى الى قضاء أجنبي لماذا لان ما يسمى بقانون مصالحة الصادر في 2006 فبراير 2006 2005 أو 2006 يمنع منعا مطلقا اعتقد في المادة 45 و المادة 46 من فتح الملف قال لك هذك مأساة وطنية و لازم نغلقوها و اللي يفتح الملف هذا و اللي يتكلم عليها يتسجن حتى خمس سنوات طبعا هم يفتحوها متى شاءوا في تليفزيوناتهم خبراءهم وزراءهم ووظفيهم وذبابهم يتكلم عليها كما يشاءوا بالصح لو كان اي واحد يريد ان يسائل يقولك وش صرا عطونا عطونا وش صرا في تسعينات يقولوا له هاي الرواية الرسمية لازم تسمحها حتى لو كان ضد المنطق ضد الحق ضد الحقيقة ضد العدل ضد العدالة مهمش ولو كانت تسائل مثلا انا ذاكرا ينتسائل ويقول بلي هذا قانون المصالحة كان ظالما مثلا خمس سنين مباشرة يعني كوراني في الجزائر خمس سنين مباشرة القانون اذا كنت عبد العزيز مجازر ولا كنت وزير تاحه ولا تشبدها وتستخدمها وتخوف بيها ما عندكش مشكلة لكن اذا طلبت الحقيقة ولذلك احنا طول عمرنا وسنظل نطالب بالحقيقة من فعل ماذا بمن من قتل من عذب من اقتصب من اختال من ارتكب المجازر من من لانه كونك تصفها هكذا وصف عام بدون تحديد هذه بشر كون جوا حيوانات كون جوا مئتين ألف حيوان والله لو كان وقع مئتين ألف حيوان بطلة في مكان ما لا قامت القيام ولا تقعد في العالم تخيلوا مثلا يجي واحد أو يجي بلد بدون سبب يجوا أشخاص يقتلوا مئتين ألف بقر ويرموه تقوم القيامة كيفاش تقتل بقر واش داروا لك إلى آخره هذا الحم حاجات مثل هذه مئتين ألف خنزير تقوم القيامة مئتين ألف دجاجة تقوم القيامة مئتين ألف جزائري نغلقوا الملف لا نتكلمش عليهم مما يعني أنك تفتح المجال للانتقام تفتح المجال لليأس تفتح المجال لأشياء كثيرة جداً ولذلك الدولة المدنية عندما تقوم تحقق تحقق في هذا الموضوع من فعل من؟ من فعل ماذا بمن؟ إذا كان بعد شعب جزائري قرر أن يسامح هذا قرار شعب جزائري قراروا خاصة إذا وقع توافق سياسي ما بين المسيطرين والمغتصبين للسلطة والشعب الجزائري تطبيقة المادة السابعة والثامنة وقالوا الجزائرين والله إحنا الآن نريد أن نبني البلاد ولا نعود إلى الماضي ولا نفتح الجراح خلينا نعرف الحقيقة مثلا كم مصر في جنوب إفريقيا نعرف الحقيقة ولكن ليعترف بما فعل سواء كان من هذا الجهة أو من هذا الجهة عسكري أو مش عسكري بوليسي أو مش بوليسي إسلامي أو مش إسلامي خلاص إذا الناس سمحوهم الناس سمحوهم لكن يجب أن تعرف الحقيقة حتى لا تتكرر المآسي والجرائم والكوارث هذه مآسي وجرائم تتكرر عندما لا يعني لما الجراح ما تتعالج يتم تنظيفها وعلاجها ووضع الضمادات وكذا رحل يد أو الجرح الموجود أو الرجل أو عزكم الله يخمج إذن يجب تنظيفه وضع المضادات الحيوية مثلا وضع الدواء وضع الضمادات إلى آخر هذا اللي يجب لأنهم اللي ماتوا واختطفوا وراهم واختطافين فقط ما يقرب عشرين ألف فقط تخيلوا عشرين ألف بشر لا هيك عن اللي قتلوا وقتلوا والمجازل وأشياء كثيرة طبعا إحنا الهدفة ننظر إلى المستقبل ولكن نتعمل من الماضي حتى لا نرتكب ولا ترتكب كوارث في المستقبل حتى الأجيال تعرف وش صرع حتى الشعب يتعلم وش يعجبني في هذه البلاد كلما حدثت لهم مصيبة يطرحوا السؤال ماذا يمكن نتعلم منها؟ فهذا مهم جدا أيضا إذن هما غلقوا الملف كما اسمعته الأخ رشيد مسلي يتكلم قبل عشر سنوات كان في حوار مع غاني مهدي أيام قناة رشاد يقول لأنه ضحايا الجزائريين لم يجدوا طريقا آخر لأنها أغلقت في وجوههم أغلقت العدالة أغلق القانون أغلق كل شيء وأصبحت هناك رواية رسمية واحدة صدق بها وثيق بها والله أخبط رأسك على الحيد وإلا أرفضتها تدخل للحبس لكن في النهاية قبل أن نذهب للنهاية دعنا نوريكم أحد الفيديو تعرف ممكن أن تكونوا شفتوه من قبل لكن كلما سمعت كلما شفته تألمت جدا جدا وهذه شهادة لشخص يرويها بنفسه بالمناسبة في هذا الكتاب لأخونا الياس العريبي يسمى مسمى كتاب مهم جدا الكاتب وهو اسمه الياس العريبي يتحدث فيه عن السجون كما كانت في التسعينات تحدث بألم شديد وقد عايشها فأنصح بقراءته لمن يريد أن يعرف بعض ما كان في تلك الفترة اسمعوا إلى هذا باختصار شديد اسمعوا إلى هذه الشهادة وقالي أتكلمت معي وقلت لي هذا كلام من ورائك هذا وقلت لي بالإستئصال أعضاء ثلاثة سوريا من الجسم الداخل تقدر تتحكي لنا كيف أشتمل كمية العملية هذه؟ ماذا أتكلمت لأننا دومي واربطوني في ذكي الطابلة ونحاولي كل اللبس التاعي وطلعوني في ذكي طابلة وربطوني زادوا وربطوني بالفلاصة اللي يعني سبحان الله يعني العضو التلسل من العضو التلسل والتلسل ومانيش عارفوا واحد كيفاش يجبد رابطين الفو ولا واحد يطلعك وذي يديروا لك حاجة خيط على الكهرباء خيط على الكهرباء خيط على الكهرباء خلاوة لاسق قال لاسق أنا اللي نحيطه كي نزلوني من اليك طابلانا ماشي جاي بيس ما الخبر ملي أنا اللي نحيطه بيدي حتام بعد قال لاسق فالخيط قال لاسق قال لاسق فالخيط وما ما يقدوش نحوه ودخل بقوغل العلوك قوغل العلوك شاتين مش جيت الناحيه بقوغل العلوك شاتين حيث بقوغل جنرال سامق خارم الزار عم احمد يعني الغروف صحية تاك الآن ماشي تحكي وكان في 14 دقيقة يروي كيف خالد نزار جاء شخصيا ولما يجي عنده يقول له لما يناقشوا في البداية في بداية الفيديو ما حبيش نضيع لكم الوقت ربما أيضا هذا الفيديو نوضعوه فيما بعد ندروله رابط أتمنى على المساعدة أن يضعوا رابط أيضا على الفيسبوك على الأقل وعلى تويتر وعلى تيك توك بالمناسبة رفيك تيك توك حساب تيك توك بأسمي الآن وأيضا حساب انستغرام يقول له askَّنح بأسم بعدين يسألوا الخالد بعض الأسئلة وبعدين ثق因为 أخرجت عليه يعني خالد نزار أنه الحركي رسمي يقوله مجاهد يقول له أنت حركي وكان كل حركه هذا الشيء قال سأدخلتني في فرنصا للسجن و العذبوني أيام في فرنصا كنت مجاهد إلى آخره والآن راكم تعتقلوني يقول له أنتم حركة أسحب مفتاح ويشرف على تعذيبه إلى درجة أن يقوم بطر سمحوني العبارة لكن هذه الحقيقة بطر عضو التناسل بطر من جسده تخيله إنسان يعيش بدون جزء من جسده وطبعا عانى التعذيب رهيب وتعرض وشاهد خالد نزار تعذيبه شخصيا وهذا الشخص مازال موجود مازال حي ومازال موجود في مفتاح والناس يعرفوه هناك وهذه الشهادة عندها حوالي عشر سنوات بالمناسبة ليست جديدة يعني باش تعرفوا الجرائم البشعة اللي ارتكبوها هؤلاء من بين الأسئلة لما تسألوا القاضية في هذا 35 سؤال اللي قلت لكم فيما بعد سنضعه أمامكم تقول له مثلا على محمد العماري يقول له محمد العماري مسكين محمد العماري محمد العماري الشهير بأنه كان الوجه القبيح جدا الحرب القادرة يقول له ما يقدرش يقتل حتى واحد محمد العماري هذه التهم باطلة هذه مش صحيحة ويجي فيها حتى الحديث قل له لا وهذه إجراءات وهذا وراها منش عارفش يكون وحنا رحنا وتحكمنا مع حبيب سويدية اللي هو اكتب على الحرب القادرة والكتاب وكله كان كذب وأيضا هذا ملف الحرب القادرة ان شاء الله كاش نهار نفتحوه وأيضا محاكمة الإصرات في باريس في 2002 وقبل ذلك يوم هربوه يوم كانت عندنا منظمة تسمى جيستيسيا يونيفورساليس وكانوا شرفوني يا إخواني بأن كنت أحد مؤسسيها أيضا معهم وأول عمل قامت به هذه المنظمة أنها استطاعت أنه خالد نزار كان في أفريل أعتقد أفريل الفين واحد كان هناك باش يدي الفيبليسيتي الواحد الكتاب بتاعه في باريس واستطعنا أن نأتي بضحايا رفع بقضية في باريس وجاءوا باش يعتقلوه لكن السلطات الفرنسية الحكومة الفرنسية يومها تواطعت معه ورحلاته في طائرة خاصة جاءت من الجزائر وداروا له أوردر ديميسيون على أساسا عنده فاسبورت ديبلوماتيك وأوردر ديميسيون في تواطئ ما بين فرنسا والعصابة تواطئ شاهية لكن سلك في 2001 لكن في 2011 ستقل في سويسرا وهنا في 2022 وهاهي الآن تبدأ محاكمته طبعا المحاكمة نتعه مش شرط هو سيتواجد في سويسرا ربما لن يخرج أبدا الآن من الجزائر وهذا قد يكون جيد لأننا على قناع أن هذه العصابات ستسقط ومن الجيد أن نجدهم في الجزائر من الجيد أن يجدهم الشعب الجزائري في الجزائر ويحاكمهم أمام قضاة مدنيين عدود في الجزائر لأننا هذا المحاكمة في الخارج هي مثل ذلك المضطر اللي يشرب السم لأنه ما ألقاش ليه باش يقولوا له هذا السم ممكن يعالجك يشرب السم لكن الأصل أن يحاكموا في الجزائر عند قضاة جزائريين طبعا مش قضاة التالي فوني والحقيقة أن هذه القضية في حد ذاتها تطرح وأنه من هنانا ربما تطرحها على كبار الجنيرالات لهم موجودين اليوم من الأحسن لكم أن تجدوا حل مع شعبكم لأن الآن الآن هاي فتحت هذه القضية وعندما تفتح هذه القضية يعني الآن تستطيع السويسرا ومن وراها دول أخرى لأن هذه السويسرا لا تتكلموا على رواندا ولا على تنزانيا ولا على الإمارات ولا على هذا القضاء تتكلموا على قضاء معترف به عالميا معترف به عالميا والدليل أنه رغم الضغطات رغم المشاكل اللوبيات في النهاية وصل الاتهام وصدر الاتهام ربما دانوا معهدي يقولوا له سنتهمك لأن هذه الاتهامات ما عندك شوين تروح لكن نسمحوا لك هاي عندك يومين نروح أخرج لكن القضية الآن لا تتعلق به هو شخصيا فقط هو الآن لن يستطيع أن يخرج إلى أوروبا لأنه يعرف أنه سويسرا في أي بلد فيه دولة قانون ستطالب به لمحاكمته لكن الأخطر مش هو كبار الجنيرات الآخرين اللي كانوا إما قادع وعطوا أوامر أو نفذوا الأوامر وبالتالي هذه تعتبر سابقة عالمية وتعتبر باب من أبواب العدالة وإن كنا نأمل أن تحدث العدالة والحقيقة في الجزائر وليس خارجها طبعا نحن كمؤمنين نعرف أن العدالة الحقيقية هي عندما نذهب عند الذي لا يظلم عنده أحد وعند الله يتجتمع الخصوم لكن أيضا يكون من الجميل جدا في هذه الدنيا أن يلقى الظالم يلقى المجرم يلقى الطاغية المتجبر القاتل يلقى جزاؤه هذه بداية وأنا أنصح كبار الجنيرالات أن يجدوا حل مع شعبهم وأن يذهبوا في إطار الاستماع للشعب حتى لا يكونوا المطاردين ومتابعين وخائفين إذا ما خرجوا إلى الخارج من الأحسن لكم فكروا فيها جيدا لو كان أبو عز وسيني وقايد صالح وصواب ولشخم وتبوديلات سمعوا لو كنا نقول لهم في 2019 لما كانوا في السجون أو في القبور نحن الآن نقول لكم من الأحسن لكم أن تراجعوا أنفسكم وأن تعودوا إلى رشدكم وأن تسمعوا إلى شعبكم والشعب سيحميكم من أي متابعات خارجية نحن لا نريد أن تتابعكم الدول لكن إذا أسررتم على القمع والقهر والاعتقالات والتعذيب وأسررتم على أن تبقوا سلطة غاشمة ظالمة خائنة فاشلة فطبع الشعب الجزائري لا يوجد حل إلا أنه يتابعكم ويرفع عليكم القضايا أيضا في الخارج حيا الله لحرار في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته